مسلسل أزمة العملية السياسية بين الشركاء مستمر فبعد خطاب الصدر الأخير ودعوته إلى إعادة إجراء انتخابات مبكرة كمسار وحيد يقصى من خلاله الفاسدون خارج اللعبة السياسية وفقا لما يراه الصدر وصلت ممثلة البعثة الأممية في العراق جنين بلاسخارت إلى النجف والتقت الصدر في مكتبه ضمن ما يبدو أنها مساع للملمة عملية سياسية أصابها التفكك زيارة بلاسخارت سبقتها قبل يوم واحد زيارة مماثلة لهذه العامري المفوض من قبل الإطار التنسيقي الموالي لإيران للتحاور مع الصدر تحركات تجريها بلاسخارت ضمن ما تصفه بالانفتاح على الجميع حتى أولئك المرتبطين بالأجندة الإيرانية أو المتهمين بقتل وتغييب مئات الناشطين والمتظاهرين السلميين وبالتزامن مع إعلان الإطار تخويله العامري للتفاوض مع الصدر بشأن حلحلة الأزمة أو الحيلولة دون وقوع تصادم مباشر على الأقل في المرحلة الراهنة يؤكد رئيس كتلة ميليشيا بدر النيابية مهدي تقي أن المفاوضات بين الصدر والعامري ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة وباستثناء تمسك الإطار بمحمد السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة يعلن زعمائه دعمهم لمقترح إعادة الانتخابات بغض النظر عن تكاليف إعادة إجرائها التي بلغت نحو أربعمائة مليار دينار من خزينة الدولة وفقا لنواب ومتجاهلين الرفض الشعبي لهذه الانتخابات ومقاطعتها بنسبة تجاوزت الثمانين بالمئة من مجموع الناخبين وفقا لتقارير دولية هو قفز غير مسبوق من قبل الشركاء السياسيين على الواقع المأزوم أملا بالبقاء وتقاسم السلطة الذي لا يعرف ما هي مآلاته في قادم الأيام وللعب ضمن قاعدة مفادها نظام توافقي يمنح الجميع مكانا على الطاولة ويؤمن لهم استمرار الاستحواذ على ثروة البلد والإفلات من المساءلة من خلال المحسوبية والفساد وفقا لصحيفة واشنطن بوست ترجمة نانسي قنقر